علي الياسين علامي نافع مؤثر في الوسط العلامي رجل وطني ورجل يحمل كل الحب والتقدير والخير ليوثه للمجتمع والناس فزاده الله من واسع فضله وكرمه وعلي الياسين من الاشخاص اللي حتى مع بطاقة مهنية من هيئة العلامة المسموع ليوثهر على الشاشة ووثل عني عليها تبارك الله إذن هو رجل دين رجل دولة يحامي عن المملكة العربية السعودية ويحرص كل الحرص بأن لا تمس هذه البلاد كلمة تسوء لها هذا ظننا فيه ونحسبه كذلك والأن يزكي على الله أحدا فخوريني اليوم بأن يكون معنا أحد أعضاء طاقم قناة الواقع الفضائية وزي ما قال ما اتبقنا إلى الآن على عقد وكم المبلغ ولكن مع ذلك أنا واثق بأنه يقول تم هو واثق أني أنا أقول تم 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 تأيض الله واجهك حط الكاميرا عليها مخرج تم ولا مبتم تراجع الشيء تم 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 يضر الله واجهك والله لو ما أكسب أني أجلس مع الوجوه الطيبة أبو عبدالله وني أقابلكم تم الله يربع قدر على أصعى زي المحترفين في بعض النوادي إيه من حبه للنادي أه يوقع على بياض صدكت عزنا أنا موقع على بياض وين العائل كفو يضر الله واجهك أجل خلونا نستغل أبو محمد تم رابري أبو عبد الله الله يارب على قدرك والله أنك إضافة وإننا حريسين على تواجدك جاك ثروه في الفترة الماضية بعت عن الإعلام فترة لكن اليوم الحمد لله الأمور زانت لك الحمد لله حرصنا كل الحرص على قربك مننا لأجل والله رسالة طيبة سامية النافعة اللي يتبثل الناس أيضا خبرتك في الحياة أيضا مشاركتك في القنوات الفضائية وتعرف المشاهد وش يحتاج وماذا يريد وما هي الرسالة اللي يحتاجها تحتاجها الأسرة وحتاجها المجتمع وحتاجها الوطن اللي يتبثل الناس فأنا أشوف أنك زي ما يقولون في العقار فيه والله فرصة وصيدة وقنصة فأنت بالنسبة لنا قناة الواقع الفضائية فرصة وصيدة وقنصة تواجدك معنا شرح لي والله كلمة باق نصها كذلك وطننا هذا الوطن لو نقطع أعضاءنا وتقدم والله ما أوفيناه حقه ما نوفي حقه هذا الوطن يعني أنا قبل عيام نزلت سنابة طلعتها من قلبي يا سلام ما شي في الشوارع يا أبو عبدالله هذا تسويق لسنابك لكن بيكون من ضمن العاقب عادي تفضل اللهم من الآن نزلوها ألم سلمت لي سلمت لكن نقول سالم وليه هنا الحاضر والسامع فترى بعض أخواننا العرب وغير العرب اللي أتوا لهذه البلاد اللي يتمنون ترابها يأتي عندنا جاي من بلاد وهم رحب فيه ضيف عزيز محب يأتي إلى بلادنا التي فتحت ذراعيها للعالم فيأتي حتى يكتب له الرزق الوفير المبارك من هذه الأرض صحيح ثم يكتب وماشي بالسيارة حط علم بلاده اللي طلعتها لك وجو عندنا ويه اي لاب كذا 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 دولة كذا كذا يا غالي يا غالية يا أبنائي أليستحق هذا الوطن الذي أتتركوا ديارهم وأهلهم وأتوا إليه أليستحق من أن نضحي نبذل الغالي والنفس لأجله نكون أوفياء نكون أوفياء له نعم ضمنا وضم آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا ويضم أبناءنا لذاك نفديهم أقل حاجة أقل شيء أنك لو بصوتك تدافع عن هذا الوطن تبرز منجزاته خاصة ربنا أكرمنا بهالقادة العظماء أيو الله القادة العظماء من لدن من أسس ملك عبد العزيز رحمه الله ثم تناقل هذا البيرق المرتفع إلى أن وصل إلى سمو مولاي خالد الحرم الشريف الملك سلمان وسمو ولي العهد أمين محمد سلمان والعالم والبيرق مرتفع بل نحن في ارتفاع في ارتفاع تطور وازدهار ونمو الله أعلم قبل فترة قم تسوي حصائيات والله العظيم شاب راسي من التميز الذي تقدمنا ليس على مستوى اقتصادي بس ولا استقصادي سلامي الحمد لله قبلة المسلمين ومأرز الدين سياسي اقتصادي عسكري كافة المستويات أصبحنا رقم الصعب والرقم المتقدم على القمة وبذلك قاله هذا ما شعار من ضمن الشعارات يوم الوطن همة حتى القمة يا سلام وزي ما يقولون الوطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه فهذه الكلمة لا بد أن تكون عندنا وكل إنسان بحسب ما عطاه الله المغرد بتغريداته الفنان بصوته الرسام برسمه هل الكاتب كتاباته المحاضر بمحاضراته هل أستاذ بتواجده مع طلابه المربي وهل أم مجرده كل إنسان يخدم وطنه بما يستطيع فالله يحفظنا ملك سلمان قائد محرم الشريفين ولي عهد عراب الرؤية وقائد الشباب محمد بن سلمان اللي والله أنه نفقت خربه يقول يا ربي لك الحمد يقول والله هذا كلام من قلب ومن خاطر صادق لأنه فعليا نؤمن بهذا الشيء قولا وفعلا ودائما وصايا والدي سعيد بن علي الواقف الغامدي يقولي وانا أبوك في الإعلام وفي السوشال ميديا عندك حرص الناس ووجه الشباب والفتيات على أن المملكة العربية السعودية لابد أن تكون رقم واحد في قلوبنا وفي حياتنا بعد الدين الإسلامي أقول لك سر هو الله والله وبالله وتالله من أسباب أني أعود للإعلام وطني الله تحية سالم تحية والله والله تحية نعم قصرت كثير قصرت كثير بحق هذا الوطن الحق علي أقلش لا أقال هذا الدنيا لو قلت سدت شيء من الدين وطنك غالي وطنك غالي أي والله خلونا لنفارق دنيانا لو قلت عطينا حطينا يمكن واحد من المرياء مليار من الدين الللوع علينا فأنا شفت نفسي مقصر لماذا دمعت عينك لو أحدا ما يتكلم على الوطن يرفع رأسها أنت في شيء داخلي أنا أني مقصر مقصر يا أبو عبدالإله وكل واحد مننا ترى أنه يتكلم يقول نفس كلامي نحن مقصرون الوطن قدم لنا كل شيء قدم لك الدين ما يعرفنا الدين في هذه البلاد قدم لك الأمن والأمان خلاك كم تراثك مرتفع في كل مكان قبش تقول الجواز الأخضر والله العظيم قال دائما في الأمير خالد الفيصل الله يحفظه ارفع رأسك أنت سعودي والله سرنا نقولها في كل مكان ارفع رأسك أنت سعودي والله العظيم والله العظيم والله العظيم أنني من أعظم ما أفتخري به بعد توحيدي وإيماني إني سعودي والله لذلك أنا أقدم شيء كم عمري خمسة وخمسة 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 سنة وكبأ على وشك قالني أروح خلي سدد شيء من الدين لا يكون خصمي يوم القيامة وطن أعطاني كل شيء الله وأنا قصرت كل شيء فهذا الأعظم أسباب أني أعود من الإعلام وطني لا يدرك سعادك الله بن واسعب عبو محمد علي الياسين ونفع الله بك على هالكلام الجميل اللي يعني خارج من قلب وما أجمل الحديث دائما حينما يخرج من القلب يصل مباشرة إلى القلوب حفظ الله وحكومتنا